طيب نروح بقى للتريند العالمي سريعا مع بعض لان النهاردة حساب بطولات على حسابه على الفيسبوك تركز على جزئية مهمة جدا متعلقة بالإعلام الانجليزي ريتشارد كيز واللي نصح فيها عمر مرموش قال له انت بتحتاج لخطوة أكبر في مسيرتك وفكرة الانضمام لوستهام شايفوا ان المفروض يحط أهداف في مستوى أعلى بكتير من فكرة اللعبة لوستهام وقال له اعتقد انه وستهام سيكون مناسب لعمر مرموش لانه هو يتعلق مع فرانك فورت ويحتاج لخطوة أكبر في مسيرته كمان حساب بكورة على الفيسبوك يمكن نقل كلام لخواننا لابورتا رئيس نادي برشلونا ولواجه فيها رسالة هامة لفلك قبل مواجهة برشلونا طبعا عن فين لبرشلونا لعب بيرنميونيخ بكرة والنهاردة كان فيه مؤتمر صحفي طبعا اخوان لابورتا قال لهانز فلك انت مدين لنا بوحدة اذا كان من الممكن تحقيق فوز صاحق فهذا الافضل لكن اذا فوزنا فقط فهذا جيد ايضا طبعا دي تصرحات لي اخوان لابورتا طب حساب في الجول على الفيسبوك اتكلم على موضوع ناجيريا وليبيا والازمة اللي بين منتخب ناجيريا وليبيا وعدم اقامة المباراة نتيجة تعزر وصول منتخب ناجيريا الى مكان اقامة المباراة في بني غازة حساب في الجول قال ناجيريا بتطالب بنقاط المباراة في تصفيات امم افريقيا وتصرحات لمدير الاعلام في هذا الشأن لكن حسب معلوماتي ان بكرة الساعة عشرة صباحا هيكون فيه جلسة استماع لمنتخب او للتحاد الليبي عشان يشوفوا اقواله في هذه القضية وهذا الموضوع قبل ما يتم اتخاذ قرار رسمي ناجيريا اشتكت ليبيا ردد فيه تقرير من المرائب الصومال والمرائب الجزائري وبكرة جلسة استماع عشان الملفه تقفل وفي الاخر اللجنة تاخد قرار نهائي بعد الاستماع لكافة الاطراف نتمنى ما يكونش فيه قرار انضباطي ضد الاشقاء في ليبيا وهنشوف الاحداث اللي يحصل فيها ايه خلال الساعات اللي جاي